مرحبا بكم مجددا مشاهدين في فقرتنا من معرض الصحفة نقدم لكم قراءة في أبرز عنوين الصحفة الإخبارية صادرة للنهار اليوم وابرز اهتماماتها والحديث الأكبر عن اشتياح وشيك على رفح بقطاع غزة مع دخول حرب الإبادة يومها 28 بعد المئة اقتراب حصلة الشهداء من الرقم 30 ألف شهيد طبعا تحذيرات إقليمية ودولية من أن عمليات اشتياح رفح ستكون لها تدعيات مباشرة على الأمن القومي في المنطقة وكل العالم مشاهدين نبدأ قراءتنا لعنوين الصحف من جريدة الشرق الأوسط ومن أبرز عنوينها جثة هند الصغيرة تجسد مأساة غزة في إشارة إلى خبر صدم العالم بعد اكتشاف جثة هند وعائلتها بأحد الأماكن بخان يونس في قطاع غزة بعد 12 يوما على اختفائها وهي التي اشتهرت بمكالمتها مع الهلال الأحمر وهي المكالمة التي عرفت انتشارا واسعا على منصاتها التواصل الاجتماعي رحم الله هند وعائلتها وكل الشهداء في فلسطين أما فيما يتعلق بالاجتياح الوشيك لرفح فكتبت الجريدة جريدة الشرق الأوسط دول عربية وغربية ومنظمات إنسانية تحذر من تداعيات اجتياح إسرائيلي لرفح طبعا ياتي هذا وسط العديد من المؤشرات والتصريحات التي تشير إلى أن العملية مرتبطة بالوقت وأن تنفيذها سيكون قريبا نواصل مشاهدنا في قراءتنا لأبرز عنوين الصحف تناولت الجريدة أيضا الانتخابات في باكستان قائد الجيش يدعو إلى قطيعة سياسة الفوضى في إشارة إلى المظاهرات التي بادر بها أنصار عمر خان الرئيس رئيس الوزراء المحتجز كتبت الجريدة أيضا مستقلون داعمون لعمران خان يتصدرون النتائج الجزئية في تطورات الوضع في أوكرانيا كتبت الجريدة أوكرانيا لتوسيع استخدام الأسلحة غير المأهولة وروسيا تعلن إحباط هجوم بقوارب مسيرة على سفن شاهدين الخبر يشير إلى أن أوكرانيا توسعت في استخدام الطائرات بدون طيار وإلى استخدام كذلك القوارب المسيرة في مهاجمة روسيا في أشأن الرياضي كما تمعنا بالأمس مباراة مثيرة بين قطر والأردر كتبت عنها الجريدة بثلاثية عفيف الكأس الآسيوية عنابية وقطرية مرة أخرى كل اغتهاني للمتخب الخطري أكيد واسد مشاهدنا قراءتنا في أبرز عنوين الصحف تحول إلى جريدة القدس العربي في أسبوعيتها كتبت الجريدة استياح رفح ومأزق الاحتلال في إشارة إلى الصعوبات التي واجهها الاحتلال في تقدمه مع تصدي المقاومة المستمر كتبت الجريدة أيضا عن الهدنة المحتملة بين المقاومة والاحتلال وصفقة تبادل الأسرع بادلت المقاومة الفلسطينية إلى توفير رد إيجابي وصفته الجريدة بالموسع على مقترحات الوساطة القطرية والمصرية بصدد صفقة جديدة تقول الجريدة وتضيف كانت قد تبلورت بعد مباحثات باريس وأصفرت المبادرة عن تأزم جديد في صفوف الاتلاف الإسرائيلي الحاكم عموما وعلى نحو محدد يشمل رئيس حكومة الاحتلال نتنياهو لجهة تعنته في إطالة أمد الحرب تقول الجريدة ما أمكنه ذلك خدمة لمصالحه والاعتبارات شخصية تقول الجريدة كان هذا عن جريدة القدس العربي طبعا أواصل قراءتنا في أبرز عنيوين الصحف الإخبارية الصادرة لنهار اليوم نلاحظ أنها ركزت كثيرا على الاشتياح الوشيك لمعبر رفح إلى جريدة العربية الجديد الاحتلال تكتب الجريدة جريدة العربية الاحتلال يمهد لاشتياح رفح في أبرز مؤشراته تقول الجريدة قصف كثيف للاحتلال الإسرائيلي على رفح يوقع عشرة الشهداء والجرحة العملية العسكرية ستبدأ بعد الانتهاء من إجلاء واسع النطاق للمدنيين من رفح التي يقطنها حاليا أكثر من مليون ونصف المليون فلسطيني نزحوا إليها من شمال غزة بعد تعقد أمورها وبعد الحرب التي شنتها إسرائيل عليهم تحذيرات من مجزرة ولا معايير جديدة للمساعدات العسكرية الأمريكية أما في تطورات الوضع في لبنان فكتبت الجريدة نجات مسؤول في حماس من محاولة اغتيال في لبنان نبقى دائما مع جريدتي العربي الجديد والتي كتبت تقريرا مطولا عنوانته على صفحتها الأولى بحصار الأرزاق في إشارة إلى شح المساعدات والظروف الإنسانية الصعبة وإلى أزمة المجاعة التي يعيشها الفلسطينيون في رفح بعد انقطاع كل سبول الدعم والإسناد وإغلاق كل المعابر في تفاصيله تقول الجريدة يمعن الاحتلال الإسرائيلي في تجويع الفلسطينيين ليس في قطاع غزة وحده وإنما في الضفة الغربية أيضا وحتى فلسطيني الداخل حيث تقدر خسائر العمال هناك بمليار دولار منذ بدء العدوان نبقى مع العربية الجديد والتي تحدثت أيضا مشاهدين عن شأن الرياضي والنهائي الكبير في قطر والذي جرى بين قطر والأردن في العاصمة القطرية الدوحة وكتبت الجريدة منتخب قطر يتوج بكأس آسيا للمرة الثانية على التوالي نواصل مشاهدين قراءتنا ونختم من جريدة القبس الكويتية والتي لم تنأ بعيدا عن الأحداث الجارية في غزة وعن الاشتياح الوشيك لرفح كتبت الجريدة مصر تحشد على حدود غزة ومخاوف من تصعيد كبير بالمنطقة إذا ما تمت هذه العملية التي تحشد لها إسرائيل كل جنودها وآلياتها إضافة إلى قصف كثيف على المعب أو على منطقة رفح تحذيرات من مذبحة صهيونية في رفح أما في أبرز تفاعلات أو تفاعلات الدولية مع ما يحدث في رفح ومع الاشتياح الوشيك لمدينة رفح فكتبت الجريدة الكويت تفاعل آليات المحاسبة الدولية لوضع حد للانتهاكات الصهيونية السعودية تقول نطالب بجلسة لمجلس الأمن ونحذر من كالثة إنسانية أما فيما يتعلق برد الفعل الأمريكي فكتبت الجريدة وعنونت واشنطن في انتقاد نادر للكيان الصهيوني الرد في غزة كان مفرطا طبعا هذا التصريح كان لرئيسي الأمريكي جو بايدن وشيدنا كانت هذه أبرز عنوين الصحف التي حاولنا من خلالها أن نرسد لكم أبرز التفاعلات والاهتمامات للصحف الصادرة لنهاري اليوم وكما رأينا ركزت كثيرا على الاشتياح المحتمل لرفح نلقاكم بعد لحظة من الآن في فقراتنا المنوعة والمختلفة من صباح نيوز لنهاري اليوم اتقل معنا اشتركوا في القناة